تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأزياد من السهر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 577 قضية مونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 191 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 59 طن وفي مجالي عدم توريد أرز الشعير والبيع بأزياد من السهر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 122 طن أما في مجالي البيع بأزياد من السهر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 9 أطنان وفي مجالي قضايا المخابس تم ضبط 491 قضية من بينها 185 قضية خبز نقص الوزن و179 قضية خبز غير مطابق للمعصفات وفي مجال القضايا التنمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 75 طن